ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله نادرة كي تسببها في التهاب الأوعية الدموية وعند سؤالها وش المرضى ديال البستوي هو سبب قرار الاعتزال قالت الأم أنها ما عندها شاف فكرة على الموضوع لكن من المرجح يكون المرضى دياله هو السبب وحيد البستوي قعد تصور على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الإنستغرام اللي اكتب فيه ستوري أنا بري أمام الله من كل الأعمال التي شغلت فيها أسأل الله أن يغفر لنا جميعا أقع الصور المنشورة لبغي حيدها غد كنا له من الشاكرين شكرا والله ولي التوفيق إخوتي وآخر بوست للبستوي في حسابه كان في 28 من مارس كتب فيه اسم محات لأي واحد قلقته مسامح لأي واحد قلقني الله يسامح وكيتصنف هذا المرضى اللي تصاب به البستوي لأنه مرض شامل كيقيس الجسم كله وكيأثر على الأعضاء الداخلية بحل جهاز الهضمي والتنفسي والعضلي والهيكلي والدواران والعصبي وكيمكن يتسبب في الموت نتيجتنا لتمزق الأوعية الدموية المتمددة أو مضاعفات عصبية حادة فكنت من نوليه الشفاء العاجل نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب